علاقات كتيرة كمان بتبوز بسبب اختلاف وجهات النظر واحنا اللي منكبر المواقف ومنحط المواقف على أكس القيم بقى انت عملت كده والحقيقة ده وات مفوش لا رحمة ولا فيه أخلاق ولا فيه كذا مع ان سيانة العلاقات لازم يكون فيها تغاضي يبقى زي ما قلنا سيانة العلاقات فيها هتظهر كمان سيانة العلاقات فيها هتظهر ويسيبك من الانفعالات اللي مش هتجيب نتيجة سيانة العلاقات فيها كمان حاجة مهمة جدا سيانة العلاقات لازم فيها جزء كبير جدا من الاهتمام مش هتنفع تصني العلاقات من غير ما تكون مهتم بالشخص اللي انت سيانة العلاقات كمان فيها كلام حلو وكل ده لو مش موجود العلاقة مش هتبقى علاقة إيجابية ولازم نعرف ان كتير من العلاقات بتبوز بسبب الحساسية اللي بتخلى عندنا سوق ظن ويبقى كمان عندنا كمان التشكك كمان اللي بيخلينا مش واسقين غير في أفكارنا وفي فاهمنا وده كله بيخلي العلاقات في الحقيقة علاقات مكلفة ومرهقة أكتر سي ما بتحصل عندنا ان العلاقات دلوقتي بسبب عدم سيانتها بتبقى علاقات مستهلكة عارفين زي ايه؟ انت لما بتطلق سيانة أي حاجة عندك بتبقى تكلفة إصلاحها تكلفة كبيرة جدا وممكن الحاجة ما تتصلحش ده بيحصل لما تسيب نفسك لمزاجيتك وتنفعل مرة وتتدايق مرة وتترق صديقك مرة تلاقي العلاقات فسدت بدون أين تداهل لأن انت ما سنتهاش ما سنتهاش من المزاجية ما سنتهاش من التشكك ما سنتهاش كمان من الحساسية وتيجي في الآخر خالص لما العلاقة توصل إلى طريق مسدود تقول انا ما عملتش حاجة هو ليه احنا منستحملش بعض لا هو احنا ليه ما بنصنش بعض الاهم من ان انت تسأل ليه ما بنستحملش بعض الاهم تسأل هو احنا ليه ما بنصنش بعض سيانة العلاقات مهمة واحنا هنقول شوية حاجات ممكن نصن بها العلاقات بس فيه في سيانة العلاقات باب كبير ممكن نتكلم عنه بس احنا لو اول ما تعرف ان فيه حد من أصحابك أو من الناس اللي بتحبهم محتاج لك اسأل عليه بسرعة ولو بعث له رسالة أنا أعرف ناس حبوا بعض وعلاقتكم بقت في السماء عشان بس هو حس إنه هو حاسس به في وقت هو كان محتاج كلمة من حد فقال له الكلمة دي إيه دا؟ يعني سيانة العلاقة ممكن تكون بكلمة ممكن تكون بكلمة ممكن تكون بموقف بس ده مهم كده كمان أنا بنصح كمان إن انت تبقى عندك لستة بأسماء الناس اللي انت حريص على التواصل معه وعمل لهم مجموعة على وسيلة التواصل وبعث لهم رسال بشكل دوري وبعث لهم كلام وتهاني في العيد بحيث إنه ما ينسوش إنه هم يحسوا إنه أنت ما تستطيعونش وإن العلاقة ما زالت موجودة لإن لو عد عيد واثنين مناسبة واثنين والعلاقة ما تصنتش بيحسوا إن العلاقة انتهت أو ماتت إكلينكيا فخلاص ما تبقى العلاقة مش موجودة وهي في العلاقة موجودة في قلوبنا بس ما فيش حاجة بتأكد إن هي موجودة تالت حاجة لو في حد أنت زعلان منه كلمه وقوله إنك متضايق منه بطريقة لطيفة وقوله إن انت بتكلمه مش عشان أنت بتعتبه أنت بتكلمه لإنه هو وحشك وعشان كده قله احنا عايزين كل اللي فاتتها يتنسي وإحنا في شهر الصيام وفي شهر الكرم وفي شهر المسامحة قله إن انت مسامحه لإن أنت بتحبه ومشتاق ليه ومشتاق إن علاقتكم تفضل زي كده على طول ومن أهم الحاجات اللي بنسون بها العلاقة ادعوا لبعض كتير ادعوا لبعض بظاهر الغيب كل ما تدعي لأحبابك وخاصة في سجودك كل ما تلاقي العلاقة مصانة وتلاقيها محل نظر من الله سبحانه وتعالى يا رب اجعل علاقتنا في أمانك وخلينا نكون قادرين على هذه التصرفات السهلة اليسيرة اللي تخلي علاقتنا دايما وتخلينا دايما قريبين من رحمتك ومن فضلك يا رب العالمين اجعلنا في رحمتك وجعلنا دايما نصول القلوب حق أحبابنا وعلاقات أحبابنا من الوجع ومن الألم ومن كسر الخاطر يا رب نعلم أنك إلينا ناظر فارب أجبر الخواطر